مدينة كومبيني شمال فرنسا الرئيس إمانويل ماكرون يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موقع ريتوند حيث تم التوقيع قبل مائة سنة من اليوم على اتفاقية الهدنة لإنهاء الحرب العالمية الأولى بين زعيم وفد دول الحلفاء فيردينوند فوش وماتياس إغتسبرغار ممثل ألمانيا المنهزمة طيلة ثلاثة أيام ووسط أجواء مشحونة احتضنت هذه العربة محادثات بين الطرفين انتهت بتوقيع اتفاقية الهدنة على الساعة الخامسة صباحا من يوم الحادي عشر نوانبر الف وتسعمائة وثمانية عشر ودخلت حيز التنفيذ في الحادي عشر صباحا من نفس اليوم تضمن اتفاق الهدنة خمسة وثلاثين مادة مقسمة على سبعة بنود منهية بذلك الحرب العالمية الأولى بعد أربع سنوات ونصف من الاقتتال خلفت حوالي عشرة ملايين جندي من بينهم ثلاثة ملايين من الجنود الفرنسيين والألمان مهد اتفاق الهدنة لتوقيع بنود معاهدة فيرساي سنة الف وتسعمائة وتسعة عشر ملنة بذلك نهاية الحرب العالمية الأولى بشكل رسمي وقد تدررت ألمانيا بشكل كبير من هذه الاتفاقية التي انتفد عليها أدولف هتلر موقف ألماني كان سببا كافيا في اندلاع الحرب العالمية الثانية